بسم الله الرحمن الرحيم من قرار تدميرها وإبادتها والقضاء عليها إلى التفاوض معها والخضوع لبعض شروطها وللقبول بصفقة تبادل للأسرة الخلاصة المفيدة أنه خضع العالم كله لغزة وما كان ذلك ليحدث لولا فضل الله تعالى أولا ثم صبر وثبات وصمود وتضحيات شعبنا الفلسطيني الأسطوري ثم بجهاد المجاهدين وعظيم تضحياتهم نعم خضع العالم للفلسطيني الحر المقاوم من أجل أرضه وعرضه غزة غيرت العالم وأسقطت الأقنعة والمؤامرات وليس لأحد فضل فيما حدث إلا فضل الله تعالى وإنجاز وعده سبحانه لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم المجرم نتنياهو ركع تحت أقدامهم تلك هي الحقيقة أين تصريحاته عن إبادة المقاومة وهو الآن يتفاوض معها أين تصريحاته عن استعادة أسراء بالقوة وهو الآن يتفاوض لاستعادتهم بصفقة تبادل أين هو الجسر الجوي المتدفق من المساعدات العسكرية التي جاءت من كل الدنيا وجثامين قتلاه تنقل من غزة على مدار الساعة نعم هناك وجع كبير وكبير جداً لكن لا حرية دون ثمن وزمن انكسار المحتل وانحساره وصولاً لدحره قد بدأ والمجازر والمذابح ستزيد من هزيمته الأخلاقية كما هي هزيمته الميدانية وستجعل نهايته ورحيله غير مأسوف عليها نعم لم تنتهي المعركة بعد فالحديث هنا عن هدنة قصيرة لكن نسأل الله تعالى أن تكون مقدمة لنهاية هذه المعركة وأن تضع الحرب أوزارها أيها الأعزاء ما أجمل كلام الله تعالى وكم هو مطمئن ومبشر افتتحت سورة النحل بالنهي عن الاستعجال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وختمت هذه السورة بالأمر بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وما بين التروي والصبر يكمن خير لا يعلم به إلا الله ولذلك أقول ثق بالله ولا تجزع